بسم الله الرحمن الرحيم عدنا عزيزاتي طالبات الصف العاشر مجددا مع قصيدتنا الغزلية الجميلة قصيدة بان الخليط قلنا عزيزاتي أن هذه القصيدة الغزلية مليئة بالعواطف وقد عبر فيها الشاعر عن حنينه وشوقه لديار محبوبته كما عبر فيها أيضا عن حزنه الشديد لفراقها وشكواه إلى الله بعدها مبينا كيف تغير حاله بعد فراقها طبعا عزيزاتي نحن وصلنا إلى البيت الخامس الذي يتساءل فيه الشاعر ويقول ألست أحسن من يمشي على قدم يا أملح الناس كل الناس إنسانا إذن وصلنا عند هذا البيت طبعا عزيزاتي الآن البيت الخامس نبدأ أولا بالمعاني يقول الشاعر ألست أحسن من يمشي على قدم أحسن عزيزاتي وأملح هو اسم تفضيل إذن أحسن وأملح هو اسم تفضيل وأملح بمعنى أكثر حسنا إذن ما معنى أملح أي أكثر حسنا هنا الشاعر طبعا هنا غرض الاستفهام هذا هو التقرير إذن هو لا يريد أن يستفهم ويقول هل أنت أحسن من يمشي على قدم لا هو متأكد أنها هي أحسن من يمشي على قدم وهنا الاستفهام لو سألتك عزيزتي ما هو غرض الاستفهام ماذا أفاد الاستفهام في هذا البيت الاستفهام هنا أفاد التقرير ما معنى التقرير يعني التأكيد على المعنى إذن الشاعر هنا أكد على أنها أحسن مخلوق يمشي على قدم يا أملح الناس كل الناس إنسان إذن يرى الشاعر الشرح عزيزتي أن الشاعر يرى أن محبوبته هي أجمل خلق الله ويؤكد على كلامه في الشطر الثاني بمناداتها يا أملح الناس طبعا يقول في هذا الكلام طبعا عندما قلنا لست أحسن من يمشي على قدم هنا الاستفهام يفيد ماذا يفيد التقرير طيب الآن ننتقل إلى البيت السادس البيت السادس يقول فيه الشاعر لقد كتمت الهوى حتى تهيمني لا أستطيع لهذا الحب كتمانا لقد كتمت الهوى حتى تهيمني ما معنى كتمت بمعنى أخفيت إذن كتمت هنا عزيزتي كتمت بمعنى أخفيت الهوى هو الحب الهوى هو الحب تهيمني أي زادني شوقا وحنينا إذن يقول الكاتب أو الشاعر عفوا أنه هنا لا يقوى ولا يستطيع على كتمان حبه لها هو الآن وصل إلى الحد الأقصى من الحب والعشق والهيام وهو الآن لا يستطيع أن يكتم هذا الحب يوضح الشاعر في الشرح يوضح الشاعر هنا بأنه حاول كتمان حبه ولكنه لا يستطيع لماذا؟ لأن هذا الحب بدأ يظهر على أفعاله إذن الآن بدأ هذا الحب يظهر على صاحبه لم يعد مخفيا في قلبه فقط وإنما بدأ يؤثر على أفعاله كإنسان طبعا ننتقل إلى البيت السابع يقول الشاعر أبدل الليل لا تسري كواكبه أم طال حتى حسبت النجم حيرانا طبعا هنا بدأ هذا البيت باستفهام هذا الاستفهام عزيزاتي يفيد الاستنكار إذن ما نوع الاستفهام هنا هو استفهام استنكاري أبدل الليل إذن هنا الاستفهام هو استفهام استنكاري هل تم تبديل الليل لا تسري كواكبه ما معنى تسري تسري بمعنى تسير أو تتحرك إذن ما معنى تسري تسير أو تتحرك لا تسري كواكبه أم طال حتى حسبت ما معنى حسبت أي ظننت حسبت أي ظننت النجمة حيرانة ما معنى حيران أي مضطرب مضطرب إذن الآن الشاعر يتساءل طبعا نحن نعلم عزيزاتي أن الإنسان الذي يعني يتملكه شيء أو يشغل تفكيره أو باله شيء ما لا يستطيع النوم ويرى أن هذا الليل طويل جدا فهو على الإنسان مشغول البال مشغول الفكر لا يمر هذا الليل سريعا فالشاعر يتساءل يقول هل الليل تم تبديله أنا لا أحس أن الليل يسير أو يمشي أو يتحرك أم أن فترة الليل قد طالت وأصبحت طويلة جدا فأنا الآن يعني لا أعلم إن كان هذا الليل يسير أم أن الوقت والزمن متوقف عند لحظة معينة إذن ما هو الشرح يتساءل الشاعر هنا هل توقف الزمان فالشاعر يتساءل إذا كان ثم تلقاء مع محبوبته التي طال انتظارها ولكن هيهات هيهات فالزمان لا يتحرك والليل لا تسري كواكبه حتى أنه ظن بأن النجوم أصبحت حائرة لا تدري أين تتجه إذن هو يظن أن النجوم أصبحت حائرة ولا تدري أين تتجه لاحظوا هناك صورة فنية جميلة في هذا البيت بأن عندما قال الشاعر حتى حسبت النجم حيرانا في هذا الشطر الثاني يوجد صورة فنية ما هي أن الشاعر شبه النجم بإنسان احتار في أمره ولا يعرف ماذا يفعل إذن هذا النجم هو كالإنسان المحتار المضطرب الذي لا يعرف ماذا يفعل بنفسه ننتقل الآن إلى البيت الثامن الذي يقول فيه الشاعر إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانا طبعا نحن ذكرنا أن الشاعر أكثر من الوصف كثيرا في قصيدتي هذه وتغزل بمحبوبته بالذات بعيون هذه المحبوبة حيث وصف لنا عيون محبوبته الجميلة طبعا واضح وصف العيون في هذا البيت نأخذ المعاني أولا إن العيون التي في طرفها حور ما هو الحور عزيزاتي الحور هو شدة بياض العين وشدة سوادها مع التساع العين إذن الحور هو شدة بياض العين في المنطقة طبعا البيضاء المحيطة ببؤبء العين وشدة سواد بؤبء العين طبعا هذا من علامات الجمال مع التساع العين طبعا وهذه صفة مستحبة في العيون بالذات طبعا العيون العربية الجميلة الواسعة إذن الشاعر هنا يصف عيون محبوبته ويتغزل بها بأنها حوراء وذكرنا معنى كلمة حوراء فهي تقتل من شدة جمالها هذه العيون كأنها تسحر من يراها فتصرعه وتقتله من شدة جمالها تلك العيون تسيطر على الإنسان وتأسره فهذه العيون قوية ولها أثر على نفس الشاعر طبعا واضح هنا أن هناك صورة فنية في هذا البيت حيث شبه الشاعر عيون محبوبته بإنسان يقتل أو إنسان يصرع طبعا لماذا يصرع لشدة جماله أو يقتل لشدة جماله ويأسر من ينظر إليه ننتقل الآن إلى البيت التاسع الذي يقول يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله أركانا لاحظوا جمال التصوير جمال التعبير في هذا البيت أن هذه العيون تسرع وتقتل مع أنها في طبيعة الحال أو في حقيقة الأمر هي أضعف خلق الله يعني هل العيون تملك سلاحا أو هي قادرة أو لديها طبعا يعني قوة معينة هي ضعيفة جدا بطبيعة الحال ومع ذلك لاحظوا التناقض الجميل كيف وظف الشاعر التناقض الجميل في هذا البيت أنهن بإمكانهن القتل والصرع ويعني القضاء على الإنسان مع أنهن في طبيعة الحال أضعف خلق الله إذن نأخذ المعاني أولا ذا اللبي هو صاحب العقل يعني لاحظوا أنهن أيضا يسرعن ليس أي إنسان الإنسان الجاهل الإنسان الذي لا يتحكم بنفسه وعواطفه بل صاحب العقل إن كنا يسرعن صاحب العقل الحكيم الرشيد طبعا أنا أقصد العيون فما بالكنا بالشخص الضعيف أو الشخص قليل العقل إذن هذه العيون تأسر من يراها مهما بلغ مقدار عقله ومهما بلغت حكمته إذن ذا اللب أي صاحب العقل يسرعن أي يقتلن يسرعن بمعنى يقتلن وأركان أي قواعد هن أضعف خلق الله أركان بمعنى قواعد إذن كما قلنا عيون محبوبته يقتلن صاحب العقل اللبيب لماذا؟ لشدة جمالها وأثرها في نفسه بالرغم من ضعفهن وذلك دلالة على شدة تأثير هذه العيون في الإنسان طبعا لماذا؟ لجمالها وطبعا كما قلنا اتساعها واتصافها بالجمال الأخاذ ننتقل إلى البيت العاشر يحبذ جبل الريان من جبل وحبذ ساكن الريان من كان بدأ الآن عزيزاتي أن الشاعر في هذه الأبيات يحدد الأماكن الجميلة المحبوبة المقربة إلى نفسه طبعا هذه الأماكن ربما الشاعر قد التقى محبوبته في هذه الأماكن أو أن هذه الأماكن هي مكان سكن محبوبته فالآن يتذكر الأماكن طبعا تذكره للأماكن ليس لغرض المكان نفسه ولكن لأن هذا المكان ارتبط بذكرى معينة أو ارتبطت ذاكرته بهذا المكان بشيء محبب إلى قلبه فبالتالي أصبح يحب المكان لأنه يحب هذه الذكرى ويحب ساكنيه ويحب من مر على باله بمرور هذا المكان على ذاكرته نأخذ المعاني حبذ أسلوب مدح إذن ننتبه يمس حبذ هو أسلوب مدح لا حبذ طبعا هو أسلوب ذن يشبه بئسة حبذ مثل نعمة هي أسلوب مدح طيب الآن ما معنى الريان؟ الريان هو اسم جبل الريان اسم جبل الآن الشاعر في الشرح يستحضر الشاعر ذكرياته مع جبل الريان ومع من يسكنون هذا الجبل إذن الشاعر هنا يتذكر هذا الجبل ومن يسكنون هذا الجبل كما قلنا هو جبل الريان كما ذكرنا طيب الآن بدأ إذن كما قلنا يذكر هذه الأماكن التي تذكره بمحبوبته ننتقل إلى البيت الحادي عشر يقول وحبذا نفحات من يمانية تأتيك من قبل الريان أحيانا نفحات بمعنى نسائم إذن ما معنى نفحات؟ نسائم عليلة يمانية تأتي من جهة اليمن إذن يمانية نسبة إلى ماذا؟ إلى اليمن هذه النسمات تأتيه من قبل اليمن وطبعا هذه النسمات هي نسمات لطيفة رقيقة محببة يحبها العرب طبعا عموما وكانوا يذكرونها كثيرا في أشعارهم النسمات القادمة من جهة اليمن إذن لاحظوا الشريح يقول الشاعر يا حبذ الذكريات مع النسمات الرقيقة التي تأتي من جهة اليمن وتسترجع ذكرياته مع جبل الريان إذن جبل الريان له في ذاكرة الشاعر المساحة الجميلة التي تذكره بمحبوبته ننتقل إلى البيت الثاني عشر يقول الشاعر هبت شمالا فذكر ما ذكرتكم عند الصفات التي شرقي حورانا أيضا هنا ذكر الأماكن التي تذكره بمحبوبته والتي يكون قد التقى بها طبعا التقى فيها بمحبوبته نأخذ المعاني أولا الصفا وحورانا هي أسماء أماكن إذن الصفا وحورانا هي أسماء أماكن شرح هذا البيت أن الشاعر ما زالت طبعا هذه النسائم تستثيره وتستثير مشاعر الشاعر وذكرياته عند الصفا التي تقع شرق حوران وطبعا اكثار الشاعر من ذكر الأماكن هذه مهمة المعلومة عزيزاتي اكثار الشاعر من ذكر الأماكن دليل على أنه وفي وصادق في حبه لمحبوبته لو سألتك سؤال الشاعر أكثر في قصدته من ذكر الأماكن عللي برري لماذا ذلك الجواب أن هذا دليل على أنه إنسان وفي وصادق في حبه لمحبوبته بدلالة أنه يتذكر كل مكان كان مع محبوبته فيه أو كل مكان سكنته أو نزلت به محبوبته ومرت به فهذا دليل على وفائه وصدقه طبعا عزيزاتي قصيدة جميلة انتهينا من شرحها بينا معانيها شرح الأبيات الأفكار الواردة فيها لاحظنا الوصف الجميل الذي ورد في هذه القصيدة بالذات وصف العيون كما ذكرنا وكيف جمال التعبير وجمال الوصف بأنه جعلهن القوي الضعيف وصف العيون بالقوي الضعيف توظيف هذا التناقض الرائع كما وجدناه في البيت التاسع طبعا وذكره أكثر من ذكر الأماكن وذكرنا دلالة ذلك واضحنا الصور الفنية الجميلة في هذه القصيدة إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية شرح هذه القصيدة الغزلية الجميلة بان الخليط إلى اللقاء إن شاء الله في الفيديو القادم حيث سنبدأ بحل أسئلات هذه الوحدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته